وكل ده فساد عريض ونوع من أنواع سوء الأخلاق اللي ممكن يوصل صاحبه إلى الكبائر بل هو من الكبائر وكل ده بيبين إن احنا عشنا وتربينا على نفسية الصراع اللي ولدت فينا في كتير من أحيين نفسية الانتقام وولدت نفسنا نفسية الهروب اللي بتخلينا نكتب لكن لازم نرجع تاني ونبص في أحوالنا ونتربى على إن الأصل في الحياة الطبيعية الإنسانية إن احنا نعيش في سلام مش إن احنا نتصارع انت عارفين إيه مقابل إشارة السمعة بالطريقة الكاذبة هو أن أرضى بما يضعو الله سبحانه وتعالى من قبول في قلوب الناس إيه اللي حاصل؟ الله يدافع عن الذين أمن سمعتك محفوظة بالمناسبة السمعة ده جزء من الرزق اللي ربنا بيرزقك إياه فما حدش هيقدر يمنعك رزق فلازم تنتبه وعشان كده فيه حكمة بتقول إن هدم ناطحة سحاب لن يزيد في بيتك ولو بمقدار لبنة واحدة لما تهدم حياة الناس ولا تهدم حياتهم وإن أنت تسعد على جماجب بعض الناس وعلى قلوبهم وإن سلم نجاحك وسلم ترقيق يبقى مليان بالدماء وبالأوجاع وبالآلام وبالجراح أنت كده مش بتوصل الحد اللي ممكن أنت توصل به إلى مرادك وخاصة لو ربنا سبحانه وتعالى بتلاك بإن حد يتأذى بشدة من اللي أنت بتفعله ده فيحصل مصيبة ولا قدر الله